ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنا عندنا الأداء اللي بتساعدك على إزالة البزور من مختلف أنواع الخضار والفاكهة هنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداء أو الكطعة اللي بتساعدك ان انت تنظفي وتقطعي الخضار اللي عندك زي الفلفل أو الكوسة أو البتنجان بطريقة سهلة جدا وبسيطة وطبعا بيساعدك جدا في عميل المحشي بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الغسالة المن الحديثة تقدر ان انت تخسلي فيها الشربات أو مختلف أنواع الهدوم اللي انت محتاجة تخسليها وأهم حاجة في الغسالة دي انها مش بتاخد معاك مساحة خالص في البيت بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الأحذية اللي بتبقى موجودة عندنا جوه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا بعد كده هنشوف عندنا أداة لصنع الزلابية أو السنبوسة أو مختلف أنواع الفطائر طريقة استخدامها سهلة جدا وبتديك أحجام متسوية للعجينة اللي انت عاوزة تعمليها وفي نفس الوقت تقدر تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا أداة تنظيف كرسي الحمام وهي بتساعدك انك تنظفي كرسي الحمام بكل سهولة والأداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الأسرنجية اللي بيبقى فيها مد التنظيف بتساعدك ان انت تنظفي وتعقمي كرسي الحمام وهي طبعا بتديكي أفضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر ان انت تثبتيها عليه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأشاطة والأشاطة دي بتيجي عريضة جدا بتساعدك ان انت تلمي كل المية أو كل التراب اللي بيبقى على الأرضيات أو اللي بيبقى على مختلف الأسطح اللي بتكون عندك وتقدر ان انت تنظفي بيها من تحت الكنب أو السرير بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تنظفي من خلالها المرايات وتتحكمي في الطول بتاعها من خلال العصايا اللي بتيجي معاها وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكارونة بمختلف أشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي أي شكل من أشكال المكارونة اللي انت عاوزها بعد كده معنا فرشة تنظيف كرسي الحمام الفرشة دي مصنوعة من السيلكون تقدر ان انت تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة وهي بتكون مارينة جدا وبتساعدك توصلي الأصعب الأماكن وتنظفيها بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا الأداة اللي بتساعدنا ان احنا نعصر أو نستخرج كل بواق الكريمات اللي بتبقى موجودة عندنا في مختلف العبوات وطبعا تقدر ان انت تستخدميها على معجون الأسنان أو أي نوع مرهم عندك هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منظم لأكياس الكمامة طبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار أو على دلاب المطبخ أو في أي مكان انت عاوزاه وتستخدمي منه الأكياس دي بكل سهولة بعد كده هنا هنشوف عندنا حامل للموبايل مقاوم للمية تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من المشابك اللاصقة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار من غير ما تحتاجي لأي مواد لاصقة أو أي مصامير وتقدر ان انت تستخدميها عندك في الحمام أو في المطبخ وتثبتي عليها مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بعد كده عندنا مصفى للحوض تقدر ان انت تثبتيها بطريقة مبتكرة جدا على الحوض وتصفي عليها بواي الأكل وغير كده كمان تقدر ان انت تستخدميها في تنظيم أدوات تنظيف الموعين وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفى الشبكة وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدر تقدر ان انت تستخدميها في تصفية مختلف الأكلات اللي بتقليها في الزيت زي البطاطس أو الفراخ أو المكرمشات بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتقدر ان انت تعتبره كمانشر صغير وتنشر عليه الشربات أو الملابس الداخلية بعد كده معينا منظم الأحزية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كذا رفت كده تقدر ان انت تنظمي ديه مختلف الأحزية بطريقة مرتبة جدا وده هيتعادك ان انت تتخلصي من كركبة الأحزية اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ممساحة لتنظيف المرايات أو الشبابيك والممساحة دي بتيجي فيها جزء خاص كده تقدر ان انت تدفيه في المياه أو سائل التنظيف اللي انت بتستخدميه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المطحنة الصغيرة دي تقدري من خلال المطحنة دي تتحني الرز أو السكر أو الشطة أو أي حاجة عاوزة تتحنيها بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا مصفى وطبق بيجو مع بعض كده تقدر ان انت تصفي بيها الخضار أو الفكهة أو تستخدميها بكذا طريقة مختلفة تقدر ان انت تستخدمي الطبق اللي تحتك كطبق تقديم بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا أداة التسبيت أو الحامل اللي بيساعدك ان انت تنظمي بيه مختلف أحجام الأطباق اللي بتكون عندك بعد كده تعالي هنا بقى نشوف مع بعض عندنا الورق ده اللي هو بيبقى شبيه الورق الزبدة تقدر ان انت تستخدميه لما تيجي تشوي الفراخ أو اللحمة أو أي حاجة انت عاوزاها وهو طبعا مهمته ان هو بيساعدك ان الحلل بتاعتك تفضل نضيفة وما يجيش عليها أي دهون وتقدري كمان تلفي بالأكل أو سندوت شاد بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ والمنظم ده بيجي مكون من دورين وبيبقى مقفول كده تقدر ان انت تنظمي وتصفي من خلاله الأطباق أو الشوك أو السكاقين بعد كده معنا رف تسبيت أو أداة تسبيت تقدر ان انت تثبتيها عندك على دولاب المطبخ وتنظم عليها أدوات ولوازم المطبخ اللي بتكون عندك وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا شكل من أشكال المنظمات الجميلة تقدر ان انت تثبيتها عندك على الجدار واللي طريقة تثبيتها سهلة جدا تقدر ان انت تنظم عليها العطور أو الكريمات أو الشامبوهات أو مختلف الحاجات اللي انت بتستخدميها دايما وطبعا المنظمات دي تقدر ان انت تثبيتها في الحمام أو في المطبخ وتقدر ان انت تنظم عليها أي حاجة انت عاوزيها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مقعد تقدر ان انت تثبتيها عندك على كرسي الحمام والمقعد ده بيكون خاص بالسيدات وخصوصا الحوامل وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيها على الجدار أو جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحط فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك بعد كده هنا عندنا مجموعة من الكطع اللي تقدر ان انت تنظم بيها الاكسسوارات الصغيرة بتاعتك زي الحلقان والخواتم والسلاسل بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا المنفضة او الزعافة اللي تقدر من خلالها تنظفي مختلف الادوات والاجهزة اللي بتبقى موجودة عندك تقدر ان انت تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف وطبعا تقدر ان انت تتحكمي بالطول بتاعها من خلال العصايا اللي بتيجي معاها هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ والمنظم ده بيبقى مقفول كده تقدر ان انت تنظمي وتصفي من خلاله الاطباق والشوك والتكاكين والكبايات دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا اداة تقدر ان انت تثبتيها على مختلف العبوات وهي بتساعدك ان انت تستخدمي كل العبوات دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطبعا زي ما انت شايفة كده معايا الاداة دي بتشتغل بالاشعار ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وجير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا بالفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلات طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجران عن الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغطة على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في قرب وقت اسيبكم في رعاية اللي شكرا